سيدة آسيا إلى أي مدى المقاومة الفلسطينية يعني كما جاء في سياق الحديث الاحتلال عليه ضغوطات والمقاومة عليها ضغوطات المقاومة الفلسطينية إلى أي مدى هي أمام خيارات صعبة جدا الآن هي لا تستطيع رفض هذه الصفقة وإن كانت ربما لا ترضى عن بعض تفاصيلها وبالتالي الذهاب لهذه الصفقة هو بحاجة لثقة وضمانات قوية جدا لا بالتأكيد يعني هو المشهد يدعونا إلى هذه المقاربة في الجانب الكيان الاحتلال يعني هناك ضغوط كبيرة جدا على نتنيا ومن أهالي الأسرة من المعارضة من الحكومة هذا قام وحتى أطراف خارجية وليس كل ما يحدث في الكواليسي وقال أيضا هناك يعني ضغوطات حتى من الجانب الأمريكي والأوروبي عموما ولكن ربما ليست في العالم طبعا يعني المقاومة أيضا لا تملك الكثير من الخيارات يعني خاصة إذا حجم الخراب والدمار يعني الذي فاقم كل التصورات والمعاناة اليومية الفلسطينيين يعني سؤال متروح اليوم كم يجب من القتلى والشهداء والجرحة حتى نصل إلى اتفاق بأي حال كان الورقة الأهمة التي بين يد المقاومة هي بالتأكيد ورقة الرهائل في المرحلة الأولى عندما تم التوصل إلى الهدنة الأولى وسابقتها حتى قبل الهدنة عملية يعني جس نبض وعملية نواية من المقاومة التي قابلت بإطلاق صراح أسيرتين يعني وكانت يعني الصورة التي روجت لها أنهما تعاملت عملت بكثير من الإنسانية وحفظت كرمتهم وهذا ما قالتها عندما تم ثم كانت يعني عملية التبادل مع الأسيرات الفلسطينيات والكل يعني المقاومة أعتقد لديها الحد الأدنى من التجربة والحنكة التي تعاطت لها مع هذه المسائل هي تعرف أيضا حجم الضغوطات الخارجية وحجم معنية التدخلات من مختلف الأطراف المتداخلة في الملك هناك الجانب القطري هناك الجانب الأمريكي هناك أيضا الجنسيات الأخرى التي كانت ضمن هؤلاء الأسرة هناك القيادات العسكرية وهذا هو بالنسبة لقلب الداء بالنسبة لكيان الاحتلال يعني هذا هو الأصل كيف يمكن إخراج هؤلاء كيف يمكن استعادة هؤلاء ونحن نذكر جيدا يعني صفقة شاليت وقبلها صفقات كثيرة يعني هي تقريبا الورقة الأهم التي بيت بالمقاومة والتي لا أعتقد أنها بعد كل هذه التضحيات يمكن أن تفرط فيها ويمكن أنها إذا فرطت فيها ستفرط حتى في حجم التعاطف الفلسطيني والشعبي والدولي الذي رفقها حتى الآن يعني هذا ما يجعل يعني أن المرحلة المحفوفة بكثير من المخاطر اختبار كبير ويستدعي الكثير من الحذر ويعني التدقيق أيضا كيف استكون هذه الضمانات من هي هو الطرف اليوم الذي قادر على تقديم ضمانات للمقاومة أنه يعني سيتم فعلا التاق سراح مثلا العدد الذي ستطلبه من الأسرى الفلسطينيين والعدد كبير وكبير جدا يعني قبل سبع من أكتوبر كان هناك أكثر من خمسة ألاف أسير وأسيرة فلسطينية اليوم الأسرى الذين يتم أسرهم كل يوم في الظفة فقط نحو ثمية ألاف هل ستقبل حكومة نتنياهو هذا؟ هل هناك يعني إمكانية طبيب السجون الإسرائيلية كما تعلبت المقاومة بذلك؟ هذه هي الحقيقة النقطة للإستفهم الكبرى وربما هذا ما نكتشفه لحظة بلحظة يعني مع تقدم الأحداث مع يعني إذا كانت هذه الصفقة أن ترى النور على أرض الواقع لأنه سهل جدا أن تكون الصفقة على الورق يعني هذا ما يريد هنا تناهو يعني تبدأ سقف التطلعات عالي جدا ثم تبدأ يعني التراجعات وتبدأ يعني التفاوض منه وتبدأ يعني التنازلات من هنا وهناك وبالتالي يعني لا أحد يمكن أن يتكهن بما سيجري ربما الرهان الأكبر اليوم هو أن تتوصل فعلا لوقف إطلاق النار لأنه كل يوم هو مزيد من الضحايا مزيد من الشهداء مزيد من الخسائر وهذه هي المصيبة الأكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر